سائل يقول نحن مجموعة من الشباب استأجرنا مبنى من أجل أداء فريضة من أجل الصلوات الخمس يقول استأجرنا مبنى من أجل أداء الصلوات الخمس والجمعة وكان المكان يباع فيه بضائع من قبل هذا وين هو فيه؟ ما فيه مساجد صلوا في المسجد إذا كان حولكم مساجد صلوا في المساجد لا تستأجروا المحل صلوا فيه إلا إن كان في بلاد ما فيها مساجد فلا بأس بذلك نعم والجمعة لا ما تقيمونها إلا إذا كنتم مستقرين في البلد استقرارا دائما استقرين في البلد استقرارا دائما مشروط الجمعة الاستقرار أما المسافر وأما اللي يدرس وأما اللي ما هم مستقر هذا ما يقيم الجمعة إلا تبعا لغيره إذا وجد الجمعة تقام من أهل البلد يصلي معهم نعم